موسيقى الرئيس النمساوي يطالب بتحقيق بعد قصف مستشفى في غزة غرام مئة الف يورو في قضية المستشار السابق كورت هزب الحرية يطالب باستقالة الحكومة بعد تقديم الميزانية المثقلة بالديون مقطن نمساوي إسرائيلي رابع في هجوم حماس التحقيق مع سوري دعا للعنف في مدينة جراتس دعماً لفلسطين مطاردة إسرائيلي حاول ذبح شابة هولندية والانتحار وأخيراً اعتقال سلوفاكي كان فاراً من العدالة لأحد عشر عاماً في النمسا مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم طالب الرئيس النمساوي أليكسندر فاندا بيلين بتأمين الحماية للمستشفيات وذلك بعد قصف المستشفى العرب الأهلي في غزة وقال الرئيس في تغريدة له على موقع إكس ضمن جراء الأنباء عن قصف المستشفى ومقتل مئات الأشخاص وأمام هذا الألم نعبر عن تعازين لأسر الضحايا والمصابين وطالب بتوفير الحماية للمستشفيات وإجراء تحقيق مستقل في الأحداث بسرعة وقد أكدت وزارة الصحة في غزة وفات خمسمائة شخص جراء القصف وأظهرت العديد من الصور للدمار الهائل صدرت أولى الأحكام المرتبطة بالمستشار النمساوي السابق سيباسيان كورتز حيث تم توجيه غرامة بأكثر من مئة ألف يورو لرئيسة الكازينو والنائبة السابقة لرئيس حزب الشعب وقررت المحكمة تطبيق إجراء عادة التأهيل البديلة بحق بيتينة جلاس والتي اعترفت بتقديم شهادات كاذبة خلال جلسات لجنة التحقيق فيما يتعلق بدعم بيتر سيدلو المقرب من حزب الحرية لتولي منصب مدير مالي في شركة الكازينو النمساوية ونفى محامي كورتز الاتهامات مطالب ببراءته وتستمر الجلسات حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري مع استدعاء شهودا إضافيين في نوفمبر طالب حزب الحرية النمساوي باستقالة الحكومة وذلك بعد أن قدم وزير المالية ماجنوس برونر ميزانية العام المقبل بعجز 2.7% وفي حين وصفها المستشار النمساوي كارني هاما بأنها ميزانية مستقبلية واعتبر حزب النيوز أنها تمثل غسيلا للمستقبل انتقدها حزب الأحرار بشدة واتهم الحكومة بسوء السياسة الاقتصادية أما رؤساء الغرف التجارية فقد رحبوا بها مؤكدين على أهمية دعم الاستثمار في القضايا المستقبلية ومن جانبها طالبة المنظمات البيئية بزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن العثور على مواطن نمساوي إسرائيلي آخر متوفيا كان مفقودا بسبب هجوم حماس على إسرائيل الأسبوع الماضي وأكدت الخارجية وفاته معربة عن تعازيها لعائلته فيما يبقى مصير مواطن نمساوي آخر مجهولا وقد تم الإعلان سابقا عن وفاة ثلاثة نمساويين آخرين خلال الهجوم نفسه في السابع من أكتوبر وقد قام مجهولون في سالسبرج بإطلاف علم إسرائيل المرفوع أمام مبنى البلدية فيما تستمر العديد من التظاهرات المؤيدة لفلسطين في مدن النمسا اعتقلت المخابرات النمساوية شاب سوري بعمر 14 عاما في مدينة جراتس جنوب النمسا بعد نشره مقطع فيديو على تيك توك يدعو للعنف في المدينة وتضمن المقطع تهديدا بتدمير المدينة وصورا من إسرائيل ودعواتا للفلسطينيين للعنف وبعد أن انتشر المقطع بشكل سريع بدأت السلطات بالتحقيق وتم التعرف على المشتبه به وعلى الرغم من أن اتهام الشاب لشخص آخر بنشر الفيديو عبر حسابه حيث قدم دليلا على عدم تواجده في المكان فقد تم اعتقاله مؤقتا وتقديم بلاغ ضده بتهمة دعوته إلى أعمال إجرامية إلى النيابة العامة في جراتس هاجم رجل إسرائيلي ألماني امرأة هولندية تبلغ من العمر 34 عاما بعد تواصلهما عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا حيث حاول قطع رأسها بسكين وقام الرجل بتعذيبها في شقتها في منطقة ريجاو بالنمسة العليا وتمكنت الضحية من الهروب وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة وبعد مطاردة باستخدام مروحيات الشرطة تم القبض على المشتبه به والذي قام بصدم سيارته بعمود كهرباء ثم قام وحاول بذبح نفسه ولكن تمكنت الشرطة من إيقافه حيث تم إسعافه إلى المستشفى وهو مصاب بجروح غير محددة وتحت سيطرة الشرطة اعتقلت السلطات النمساوية سلوفاكية جنسية شرق شتيامارك بعد أحد عشر عاما من هروبه من حكم بالسجن بسبب ارتباطه بعصابات دولية ويزعم أنه واحد من أبرز المجرمين المطلوبين في سلوفاكيا بسبب اتصالاته بالمافيا وكان الرجل ملاكما مشهورا ولكنه انضم إلى جماعات يامينية متطرفة وقد تمت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة اثنى عشر عاما في عام الفين واثنى عشر بتهمة الاتزاز الخطير وبعدها هرب في أوروبا لعدة سنوات باستخدام هويات مزيفة ومن المنتظر الآن نقله إلى سلوفاكيا لتنفيذ الحكم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء